الفصل الخامس كيف تجعل الناس يحبونك في الحال؟ بينما كنت واقفا في الطابور بتسجيل رسالة في مكتب البريد لمحت الموظف منزعجا من عمله يزل الخطابات ويسلم الطوابع ويعيد باقي النقود ويحرر الإصالات عمل رتيب متشابه يتكرر سنة بعد أخرى فقلت في نفسي سأحاول أن أجعل هذا الفتى يحبني وطبيعي إذا رغبت في أن يحبني فيجب أن أقول له قولا لطيفا لا عن نفسي وإنما عنه هو فتساءلت ما هو الشيء الذي يستحق أن أبدي إعجابي به؟ وهذا سؤال تصعب الإجابة عليه خاصة بالنسبة للغرباء ولكنها في تلك المناسبة بالذات كانت سهلة إذ وجدت شيئا أعجبني في الحال وبينما كان الشاب يزن خطابي قلت له بحماس كما تمنهى لو لدي شعر مثل شعرك فنظر إلي الشاب بدهشة مبتسما وقال حقا إنه لم يعد جميلا كما كان في الماضي فأكدت له أنه ما زال جميلا رائعا وقد صر لذلك كثيرا وقال إن كثيرين قبلي أبدوا إعجابهم بشعره أراهن أن ذلك الفتاة عندما عاد إلى منزله ظهر هذا اليوم أخبر زوجته بذلك وأنه تطلع إلى صورته في المرآة وقال لنفسه إن شعري حقا لجميل تسألني ما الذي عاد علي من مراء ذلك لقد جنيت شيئا ولم أتكلف في سبيله مالا ولا جهدا جنيت الإحساس بأنني أعطيت هذا الشاب شيئا دون أن أنتظر منه أن يهبني شيئا في مقابله وهذا بلا شك إحساس يرضيك ويظل في ذاكرتك زمنا طويلا مبدأ مهم جدا في السلوك الإنساني لو عملنا به لن تكون هناك مشاكل أبدا هو اشحل الشخص الآخر يشعر بأهميته منذ آلاف السنين ظل الفلاسفة يبحثون في قواعد العلاقات الإنسانية وفي النهاية خرجوا لنا بمبدأ هام عامل الناس بما تحب أن يعاملوك أنت تبغي استحسان من تتعامل معهم وتريد الاعتراف بقيمتك وقدرك كما تريد أن تشعر بأهميتك في دنياك الصغيرة وفي الوقت ذاته لا تريد أن تستمع إلى تملق رخيص بل تريد أن يكون أصدقاؤك ومعارفك على حد قول شواب مسرفين في ثنائهم لك صادقين في مذيحهم إياك لنطبق هذه القاعدة الذهبية لنمنح الآخرين ما نريد أن يمنحون إياه كيف يكون ذلك وأين؟ الجواب هو دائما وفي كل مكان سألت مرة موظف الاستعلامات في شركة راديو سيتي عن رقم مكتب هنري سوفين وكان أنيقا في بطاره فخورا بطريقته في الإجابة فأجاب بوضوح تام هنري سوفين لحظة من الصمت الطابق الثامن عشر لحظة من الصمت غرفة رقم 1816 واتجهت إلى المصعد ثم توقفت وعدت إليه وقلت أهنئك على الطريق الرائع التي أجبتني بها على سؤالي لقد كنت واضحا ودقيقا فعلت ذلك كفنان مبدع وهذا شيء غير تقليدي تستحق عليه التهنئة فرح بذلك بشدة وشرح لي لماذا توقف بين الجملة والأخرى ولماذا نطق بكل عبارة بالطريقة التي نطقها بها وقد جعلته كلماتي يصلح وطع ربطة عنقه وبعدما وصلت إلى الطابق الثامن عشر تملكني شعور بأنني منحت ذلك الشاب سعادة لا حدود لها لا تنتظر حتى تصبح سفيرا لدى فرنسا لكي تبدأ باستخدام هذه القاعدة بل يمكنك استخدامها في كل يوم ومع كل إنسان فإن أحضرت لك عاملة المطعم بطاطس مسلوقة بدلا من البطاطس المحمرة فقل لها آسف لإزعاجك ولكن أفضل البطاطس المحمرة فستجيب لا إزعاج على الإطلاق وستكون مسرورة بخدمتك لأنك أبديت احترامك لها إن عبارات كهذه آسف لإزعاجك هل تتفضل؟ هل تسمح؟ شكرا تفعل فعل السحر في نفوس الناس وهي كالمزيتة تقطر الزيت في طاحونة الحياة اليومية التي تدور متشابهة في رتابة وملل هل قرأت إحدى روايات هولكين؟ إن ملايين الأشخاص قرأوا رواياته لقد كان ابن حداد ولم يقضي في المدرسة أكثر من ثمان سنوات وبرغم ذلك فقد أصبح فيما بعد من أعظم الأدباء في العالم وأكثرهم تراء وهذه قصته كان هولكين ولعا بالقصائد الشعرية القصيرة فقرأ كل أشعار دانيال روسيتي وألقى محاضرة يمتدح فيها شعر روسيتي وأرسل نسخة منها إليه وساعد روسيتي بذلك وربما قال في نفسه إن أي شاب لديه مثل هذا الرأي في شعري فلابد أن يكون ذكيا فدعا روسيتي ابن الحداد إلى لندن وعينه سكرتيرا له وكانت هذه نقطة التحول في حيات كين لأنه في موقعه الجديد كان يلتقي بأدباء عصره فانتفع بمخالطتهم واستفاد من نصائحهم ومن تشجيعهم فسلك طريقا خاصا في مجال الأدب جعل اسمه عالميا كما أصبح منزله قلعة غريبا في جزيرة مان مزارا يقصده الناس من شتى أنحاء العالم وخلف وراءه ثروة تقدر بمليونين وخمسمائة ألف دولار ومن يدري فربما مات هولكين فقيرا معدما منسيا لو لم يكتب إلى رجل شهير مبديا إعجابه به كان روسيتي يعتبر نفسه مهما وليس ذلك بالغريب فكل إنسان منه يعتبر نفسه مهما بل مهما جدا هل تشعر أنك أنقى معدنا من اليابانيين؟ في الحقيقة إن الياباني يعتبر نفسه أنقى المعادن البشرية فالياباني المحافظ يتملكه الغضب لو شاهد رجلا أبيض يراقص اليابانية وهل تعتبر نفسك أرفع منزل من الهندوسي في الهند؟ هذا ذلك أنت أما الهندوسي فيشعر أنه أرفع منزلة منك حتى إنه يرفض تناول طعام طاله ظلك وهل تظن أنك أفضل من الإسكيمو؟ إن من الإسكيمو مجموعة من الأفراد الكسالة يرفضون العمل ولا فائدة منهم يسميهم الإسكيمو الرجال الضيض تعبيرا عما يشعرون به نحو الضيض من احتقار واصدراء فكل أمة تشعر أنها الأفضل والأعرق والأرفع قدرا من الأمم الأخرى وهذه هي الوطنية المتطرفة التي تشعل الحروب كل إنسان يشعر بأفضليته من الآخرين في ناحية ما على الأقل وحتى تصل إلى قلبه لا بد أن تشعره أنك تقدر أهميته وأنك تقدر ذلك بصدق وإخلاص تذكر ما قاله أمرسون كل إنسان أقابله أفضل مني في ناحية واحدة على الأقل وفي هذه الناحية يمكنني أن أتعلم منه انتهى هناك قصتان واقعيتان عن رجلي أعمال طبق تلك المبادئ فحصل على نتائج رائعة القصة الأولى عن رجل من رجال القانون يفضل عدم ذكر اسمه وليكن السيد صاد بعدما التحق بمعهدي بمدة وجيزة توجه السيد صاد إلى لونج آيلاند برفقة زوجته لزيارة بعض أقاربها وهناك تركته يتحدث مع عمتها العجوز وذهبت لزيارة بعض أقاربها الآخرين كان يتحتم على السيد صاد أن يطلع طلب تفصله بنتيجة تطبيقه لمبدأ الثناء فقد فكر في أن يبدأ مع العمة العجوز فسألها ألم يشيد هذا المنزل تقريبا في عام 1890 فأجابته العجوز نعم لقد شيد في تلك السنة تماما فقال إنه يذكرني بالمنزل الذي ولدت فيه إنه جميل بنائه رائع وغرفه واسعة في أيامنا هذه تغيرت تصميمات البيوت لسوء الحظ فردت العم العجوز شبان اليوم لا يتمون بالبيوت الجميلة كل ما يريدونه وشق صغيرة وثلاشة كهربائية وصيارة يتجولون بها وبنبرة حنين للماضي أتبعت حديثها قائلة لقد بني ذلك البيت بالحب لقد حلمنا به أنا وزوجي قبل سنوات من بنائه ولم نستعن بمهندس بل صممناه بأنفسنا بعد ذلك تجولت معه في المنزل فأبدى تقديره الصادق للتذكارات الجميلة التي جمعتها خلال رحلاتها مع زوجها من أوان خزفية ولوحات إيطالية وستائر حريرية كانت يوما معلقة في قصر فرنسي عظيم يقول سيد صاد فلما انتهينا من جولتنا بأنحاء المنزل أخذتني العم إلى الغاراج وهناك رأيت سيارة باكار فخمة تكاد تكون جديدة وقالت لي بصوت رقيق اشترى زوجي هذه السيارة قبل رحيله لم أركبها منذ وفاته أنت تقدر الأشياء الثامنة لذلك سأعطيك هذه السيارة قال لها لا يا عمتي إنني أقدر كرمك طبعا ولكنني لا يمكن أن أقبل هذا فأنا لست قريبا لك ولديك أقارب كثيرون قد يرغبون في اقتنائها فهتفت السيد العجوز في دهشة أقارب إنهم ينتظرون موت للحصول على هذه السيارة فقال لها إذا لم تريد إعطاءهم إياها فبإمكانك بيعها بسهولة صاحت العجوز في وشه قائلة أبيعها إنني لا أحتمل رؤية قرباء يقودون هذه السيارة أمامي هذه السيارة اشتراها زوجي لي أنا وسأمنحك إياها لأنك تقدر الأشياء الثامنة لقد حاول أن يتملص من قبول السيارة لكنه لم يستطع ذلك خشية أن يؤذي مشاعرها هذه السيدة العجوز التي تركت وحيدة مع تذكاراتها في هذا المنزل كانت متعطشة لقليل من الثناء والتقدير لقد كانت ذات يوم شاب جميلة يرغبها الشبان وقد بنت منزلا بنيران الحب وجمعت له التحف من جميع أنحاء أوروبا وفي خريف العمر أصبحت تعاني الوحدة القاسية وباتت في أمس الحاجة إلى القليل من التقدير الصادق والاعتراض بقدرها وحين وجدته في شخص السيد صاد لم تجد أغلى من سيارة باكار تهديها له لتعبر بها عن شكرها وامتنانها أما القصة الثانية حقق جورج إستمان مخترع الشريط الحساس الخاص بالتصوير الفوتوغرافي ثروة تقدر بمائة مليون دولار وجعل من نفسه أعظم رجل أعمال في العالم ورغم منجزاته العظيمة كان في حاجة إلى التقدير والاعتراض بقيمته تماما مثلي ومثلك ومنذ عدة سنوات مضت كان إستمان يشيد مدرسة إستمان للموسيقى في روشتر ومسرح كيلبورن الذي أراد به تخليد ذكرى أمه وأراد جيمس أدامسون رئيس شركة المقاعد الفخمة بنيويورك تزويد ذلك المسرح بالمقاعد التي تنتجها شركته فحصل عن طريق المهندس المكلف ببناء المسرح على موعد لمقابلة إستمان وفي الموعد المحدد كان أدامسون على باب مكتب جورج إستمان حيث قابله المهندس قائلا أعلم أنك تسعى لعقد صفقة مربحة ولكنني أخبرك أنك لن تحظى بأكثر من خمس دقائق من وقت إستمان لأنه منشغل دائما فأخبره بما جئت من أجله بسرعة وخرج فعندما سمح له بالدخول وجد أن السيد إستمان غارقا في كومة من الأوراق على مكتبه فلما فرغ منها أسرع أدامسون يقول أود أولا يا سيد إستمان إبداء إعجابي الشديد بأثاث غرفة مكتبك وأنت تعلم أنني أعمل في تأسيس المنشآت الكبرى ولكني لم أرى في حياتي أثاثا بهذه الروعة أجاب إستمان وقد انفرجت أساريره أنت تذكرني بشيء كنت أنساه إنه حقا أثاث جميل أليس كذلك لقد أعجبني كثيرا في البداية لكن للآن مشغول جدا في عملي لدرجة أنني قل ما ألقي نظر على محتويات غرفة مكتبي ومشى أدامسون في الغرفة وجعل يمسح بيده على خشب النوافذ والأبواب وهو يقول هذا بلوط إنجليزي أليس كذلك؟ إن له لمعة تختلف عن لمعة البلوط الإيطالي وأجاب إستمان نعم إنه بلوط إنجليزي مستورد وقد انتقاه لي صديق متخصص في الأخشاب بعد ذلك أراه إستمان الغرفة وهو يحدثه عن ظروف تصميمها وتأسيسها فلما وقف أمام النوافذ أشار إستمان من خلالها بأصبعه إلى مجموعة من المؤسسات التي أسسها من أجل خدمة الإنسانية كجامعة روشستر والمستشفى العام ومستشفى الأطفال فهنأه السيد أدامسون بحرارة على طريقته المثالية في استخدام ثروته من أجل تخفيف معالاة الإنسانية وفتح إستمان صندوقا زجاجيا والتقط أول آلة تصوير امتلكها وقد اشتراها من رجل إنجليزي وسأله أدامسون عن كفاحه المبكر فتكلم إستمان عن فقره وطفولته وصباه وأخبره عن أمه الأرملة وكيف كانت تشرف على شؤون البيت بينما هو كان يعمل بأحدى شركات التأمين مقابل أربعين سنة في اليوم وقد جذبه السيد أدامسون لمزيد من الحديث ببطعة أسئلة أخرى ثم أمضيت إليه وهو يتحدث عن تجاربه في فنوم التصوير بالورق الحساس وكيف كان يعمل ليلا ونهارا في تجاربه وكيف كان ينام مرتديا فيابه حتى لا يضيع وقتا في ارتدائها إذا استيقظ مرت ساعتان على لقاء أدامسون بإستمان وأخيرا التفت إستمان إلى أدامسون قائلا له عندما كنت في اليابان اشتريت بعض الكراسي وأحضرتها معي إلى منزلي ووضعتها في الشرفة ولكن الشمس محت طلاءها فاشتريت بعض الطلاء وأعدت ذهانها بنفسي أترغب أن ترى كيف فعلت ذلك؟ إنني أدعوك لمنزلي لنتغدى معا وأريك تلك الكراسي وذهب إليه أدامسون وبعد الغضاء أطلعه إستمان على الكراسي التي اشتراها من اليابان ولن يكن ثمن القطعة منها يتعدى الدولار والنصف ولكن إستمان كان فخورا بها لأنه دهانها بنفسه ولقد نجحت صفقة أدامسون وبلغت قيمة العطاء لتأسيس المسرح 90 ألف دولار أين يجب لك ولي أن نبدأ بتطبيق هذه التركيبة السحرية الثناء؟ لماذا لا نبدأ في منازلنا؟ فأنا لا أعرف مكانا آخر أشد من منازلنا حاجة إلى ذلك ولا أشد منه حرمانا لا بد أن تكون لزوجتك مزايا حسنة أو على الأقل لا بد أنك فكرت بذلك عندما أقدمت على الزواج منها لكن كم مضى من الوقت على آخر مرة أظهرت فيها إعجابك بجمالها؟ كم؟ قرأت للكاتبة ذائحة الصيد ذروثي ديكس مقالا وعجبت به لدرجة أنني قطعته واحتفظت به قالت ذروثي في مقال هذاك إنها سائمت من المواعد التي تقدم للعرائس وأجدى من هذا أن ينفرد شخص مجرب حكيم بالعريس ويقول له لا تتزوج قبل أن تقبل صخرة بيلارني عسى أن لا تنقطع عذوبة كلامك عن زوجتك واعلم أن امتداح المرأة قبل الزواج هو من قبيل الميل والعطاف لكن امتداحك لها بعد الزواج هو أمر ضروري للمحافظة على راحة البال والهناء العائلي إن الحياة الزوجية ليست مكانا لإثبات الإخلاص وحسن النية بقدر ما هي للدبلوماسية ولحسن التدبير فإن كنت ترغب في العيش الرغيد فلا تنتقد عمل زوجتك المنزلي ولا تعقد المقارنات بينها وبين والدتك أو أختك ولكن كن على العكس سخيا في امتداحك لتدبيرها وهنئ نفسك علنا على زواجك من امرأة جمعت بين محاسن فينوس ومينيرفا وماريان وحتى حين يكون اللحم الذي أمامك كالجلد والخبز كالحجر الصلد فلا تتدمر بل أذكر ملاحظتك بقول عابر وبذلك تدفعها إلى العناية أكثر بتحضير الطعام لكي تكون عند حسن ظنك لا تبدأ ذلك فجأة وإلا سترتاب بالأمر لكن في هذه الليلة أو الليلة المقبلة أحضر لها بعض الأزهار أو صندوقا من الحلوى وأفضل من هذا قدم لها الابتسام أيضا وبعض الكلمات المخلصة هل تحب أن تعرف كيف تجعل امرأة تقع في حبك؟ حسنا إليك بالسر لكنها ليست فكرتي بل اقتبستها من دروث ديكس إذ تقول ذات يوم قابلت رجلا تم القبض عليه متلبسا بتهمة تعدد الزوجات فاز بقلوب ومذخرات 23 امرأة فلما سألته عن طريقته لجعل النساء تقع في حبه قال إنه لا يلجأ إلى الحيلة أبدا كل ما كان يفعله هو أن يحدث المرأة عن نفسها طول الوقت والطريقة ذاتها تفيد مع الرجال كذلك قالت زرائيلي تحدث إلى الرجل عن نفسه ينصت إليك لساعات فإذا كنت تريد أن يحبك الناس استخدم هذه القاعدة أصبغ التقدير على الشخص الآخر واجعله يشعر بأهميته ترجمة نانسي قنقر